شركة اتاري اعلنوا من سنتين عن مشروعهم الجديد الاتاري VCS وعملوا حملة على موقع اندي جوجو ليجمعوا مصاري لا يقدروا يبلشوا شغل عليها وقدروا حصلوا على ثلاثة مليون دولار من بعد ما كان الهدف مليون دولار واحد وشو بعد العالم لا يقدروا يسحبوا منهم ثلاثة مليون دولار وعدوان انهم عم يعملوا كونسول جديد ما فسروا شي عنه ما خبروان شو هو فارجوان ديزاين اتاري جديد والعالم تحمست وكبت مصرياتها ومن بعدها اصرنا عم نسمع معلومات انه الاتاري راح تكون كونسولت نفس البي اس 5 والاكس بوكس سيريز اكس ورجعنا اسمعنا انه لا الاتاري راح تكون مثل المكنه فيك تعمل عليها البداكيات حط عليها ويندوز حط عليها لينيكس او تستعمل الوبراتنج سيستم اللي فيها ومن خلاله له الوبراتنج سيستم فيك تلعب الالعاب الاتاري اللي اقدام واخيرا من فترة تلع الويب سايت تابعهم وخبرونا شو هي ومن الاخر هي نصبة وما راح تقدر تحقق ولا وعد نعملوه من خلال هالمكنه الزبالي وعرفنا التفاصيل تبعه وراح خبركم ليه معقول اتاري تنزع اسمه وتنصبكم بالالفين وعشرين هلا بجميع مع هند الراد واليوم راح نحكي عن اتاري اولا شركة اتاري اللي بتعرفوها وبتحبوها ما عم تنصبكن اتاري هي اللي عم تنصبكن اتاري من بعد مصدر الكيرس الاسمه اتاري جاكوار سيدي بالالف وتسعمية واتمانة وتسعين ومن بعد كيرسة تانية اسمه اي تي خسروا ملايين الدولارات وسكروا الشركة وصفو كل ممتلكاتها ايه مظبوط اتاري ميته طب مين هلا قاعد عم بيكازدل ويبيعنا اسمه كجزق من تصفية شركة اتاري شركة هاسبرو انتراكتف اشتلت الاسم وكل الممتلكات تبع الكونسول تبعهم وبعرف انه محد سامع بشركة هاسبرو انتراكتف رح خبركم ليش بعد شوية هاسبرو انتراكتف هي كانت شركة العاب سوبر فاشلة متمولة ومع كم قرش صرفو ع اسم اتاري ومن بعدها خسروا كل شي عندهم ايه وكمان صفو شركتون وبيعوا اسم اتاري لشركة انفو جرامز انترتينمنت اس اي لفرنسوية ومن بعد ما اشتروا اسم اتاري غيروا اسم شركتون لاتاري يعني بلشنا نشوف تحضيرات لضرب العصر من هالحركة ايه شركة بتغير اسمه لأسم شركة مكسورة ومشهورة انه تدمرت وفشلت الا شركة بتتستغلها الاسم لتاخد ثقة من السوق ووقت عم بقول سوق ما عم بقول الشركات عم بقول الجمهور بالنهاية اتاري معروفين انه انفشله مش انه النصابين ومن بعد ست سنين مما عملوا هالتغيير والعالم نسيت شو سير عملوا شركة اتاري الجديدة حملة ليطلقوا الكونسول تبعهم اتاري بي سي اس وع اساس كانت راح تصدر بمارش 2020 يعني شهر الماضي بس اجا شهر الماضي وقطع واتاري بعدها مش مبينة حتى دعاية ما عملوا بتحدى حتى فيكن زاكرة اصلا مع انه ما قالي كم شهر حكي عنا بس طلعوا قالوا من وراء الوضع العم بصير حاليا ما راح فينا نطلقها هلا او راح نأجلها شوي اوكي اوكي والشي هو دليل زرفي ما فين ابني عليه قضية انه شركة اتاري عم تنصبكم بس بعد الامور بتسوق كتير من بعد هالم معمعة كلها العالم اتدفعوا 3 مليون دولار فتحوا رادت ليتناقشوا مع بعض شو عم بصير وين صارت هالكونسول وشو لازم يتوقعوا منا بدهم يعرفوا شو صارت مصرياتهم ويحقلهم واتاري كانت بعد مش طلق الويبسايت تبعها اللي راح خبركم عنه بعد شوي ولما بيعرف رادت هو موقع فيك تفتح عليه صفحة اللي بدكيها والعالم تشترك فيها لها الصفحة ويصيروا يعملوا بوستات ويعلقوا ويبعثوا صور ويحكوا عن موضوع محدد واكيد فيه ادارة على هالموقع بتمحي البوستات المقلة معنا او مقلة علاقة بالموضوع فاتاري فاتوا على الموقع على اساس ليسيروا العالم ويجاوبون على اسئلتهم واخدوا منصب اداري بالنهاية الشرك الفاتح لنا الصفحة فايتع الصفحة فاكيد بعطيها منصب اداري وبلش يمحوا البوستات يمين وشمال وكل واحد يشكك فيهم او يسأل اسئلة فعلا مهمة مثل شو هو هالكونسول او قامتا راح يصدور او وين صرته بالتصنيع كل هالبوستات صارت عم تنمحها فالعاملين الصفحة بالاساس كبوا اتاري برات الصفحة تبعهم لما بقى يغطوا على الخبرية والادارة كمان متخسر سيئة الناس فيهم ومن بعدها اتاري عملوا الويبسايت تبعهم اللي يخبرونا اكتر عن السيستام اللي عم يشتغلوا عليه والسيستام اللي نقال بيومن الايام انه رح يتسابق مع البلاي ستيشن 5 والأكس بوكس سيريز اكس والسيستام اللي صار فجأة كمبيوتر لما عنده كمبيوتر وما عنده حقه وعرفنا المواصفات ورح خبركم المواصفتين فيها لهالكونسول بالنسخة الاعلى مستوى عندهم يلي هي اتاري VCS 800 لحقه 400 دولار والكونسول تلع فيها 4 جيجا رام و 32 جيجا بايت ستوريج او هارد ديسك بس فيك تشتري الي USB او اكسترنل هارد ديسك وتبزق على الديزاين طبعه كله وتصير بدأ عجقلا تحطها محلة بس بما انها كونسول اكيد بهمنا اكتر شي ايه الالعاب رح يكونوا بنلعب عليها ولحديد هلا مش معلن الا عن 100 لعبة من الالعاب اتاري لقدام الالعاب اتاري لقدام اللي كان حجمه 40 كيلو بايت ففيها 4 ميجا بايت الالعاب وقالوا فيك تنزل ويندوز 10 عليها والاخبار ويندوز 10 حجمه لحاله 40 جيجا فما تعرف اي نسخة من ويندوز 10 رح يستععها كل الوقت بها الويب سايت عم يلعبوا عن نسطلجيا ورح فيك لعب المسكة التي كنت تلعب فيها على الاتاري في سبب ليش متتها المسكة لان وصل عنا مسكات احسن بكتير بس ما تعتلوهم هن كمان رح يعطونا من هذه المسكات الجديد وعملوا نسخة من مسكة الاكس بوكس عليك الحال هتلنقارن هالكونسول بكونسول تاني حقه 200 دولار قد نصف سعره للاتاري VCS 800 وعم بحكي عن سويتش لايت سويتش لايت فيها كمان 4 جيجا رام و 32 جيجا بايت ستوريج بس فيك تشكلها مايكرو اس دي كارت لحد 2 ترابايت وتظلها مثل ما هي وكمان ما عليها ميت لعب اسبيل من الستينات لا عليها فوق الالفين لعبة من نينتندو وكمان نينتندو فيها كاردجز تشكلها وتلعب ألعاب زيادة وحقق نصف الاتاري والاتاري مفي اي طريقة تلعب الا لتعمل داونلوود او تلعب الالعاب الموجودة عليها وفي 200 دولار بيطلع لك فوق كل المواصفات تبع الاتاري مسكتين وشاشة ودوك لا توصلها بالتفي يعني هتاخد شقفة ارض معها هلا ليش سمحت السويتش على ال 4 جيجا رام وما سمحت الاتاري لانه السويتش ما قلت لك تنزل ويندو ستن ولعب الالعاب اللي بدك ايها عليها كأنه عندك كمبيوتر اما الاتاري كل السيستام البانينو وبانينو على اساس انت تطور وتعمل وتزبط وتخلق برامج والعاب وبكل بساطة قالوا هاي دي السويتش بس مواصفاته اضعف واصغر فضلوا اشتروها قبل معات اخر انتباعات واختم خليني اشكر التابعة بكل الطبقات الجولد دايمند البلاك والبلاتينا واذا انت كم يحب تشترك وتاخد ميزات خاصة لقلك فوت على الرابط لبورجك او بالدسكريبشن وكمان حاملت وصلت الريد الانتالي خمسين الف بعدها ماشية وفي اشخة صغيرة بعد منصير بالميتان الف على يوتيوب فاذا مش مشترك اشترك واذا مشترك شارك شكرا هل منصح حدا يستريا ويجربها للاتاري؟ لا لو حتا كتير حابب تلعب العاب الريترو تبع الاتاري وكتير حابب المسكة لانه انت هو الضحية اللي عم يجربه ويتضحك عليا لا يبيعون هالكونسول الفاشل انت شخصيا والضحية الاكبر كان الاثناشر الف شخص لحطه 3 مليون دولار على شركة سمت حالة اتاري وهي مقال علاقة با اتاري اصلا حتى مش شاريين الاسم من اتاري شاريين الاسم من شركة انكسرت من بعد ما اشتريت اسم اتاري اللي كانت مكسورة يعني من هالك لمالك لابادر واح واذا اتاري كانوا سئلانين لمين يبيعوا اسمهم بالاساس هازبرو اكيد ما فرقت معهم يلا يمين يشيل حر يعطينا شوية مصاري لنسكرهم فيل وحتى الشركة زيتا الشاري اسم اتاري حاليا فاتحين كزا حملة على اندي جوجو وكل واحدة عم تعملهم بالملايين هيدا مش شركة تصناعية العاب هيدا شركة تصناعية حملات على اندي جوجو وينزلوا بضع عزبالي على السوق لما حدا يرفع دعوة عليهم بنهاية منطرين ينزلوا شيء بيعرفوا ما يوعدوا بشيء الا بالشكل وايه عطونا الشكل احيي الكونسول اللي وعدونا فيها عم تطبضب لتتوزع وما وعدونا بشيء الا هالشيء شكله وكل شيء حكيه ومن بعدها ما كان مأكد وكان قيد التغيير يعني كله كان حكي بحكي ليشارونا الفكرة لندفع على الحملة وبركي حتى يقنعونا نعمل بري أوردر لها التنك تلزبالي عن الويب سايت تبعهم بركي بيعملوا شوية مصاري زيادة من الموضوع بس في فرصة واحد بالمية ان يكون غلطان دايما في فرصة ان يكون غلطان ويمكن اللي عم بيعملوه هلأ رح يغير عالم الالعاب بس من بعد اللي قالوا المدير على هالمشروع بتصريح زمت منه هدف الاساسي كان انه استفيد من النسطالجيا اللعيبة وبيع الكونسول وهيدا العملو حتى النسطالجيا ما كانت لشركتو كانت لأسم اتاري فاواحدا منكم يشتريا قبل ما يصدل على قليل ستة شهر بالسوق لنشوف بركي خيي زبط يتمعوهم بركي العالم جلت على النظام الجديد وبلشوا يعملوا أبليكيشنز والألعاب ومش النظام اللي بدون يمشو يلي شبه مستحيل يمشي ونظام اصلا مش اول عالم عم بجربوا يعملوه قبلهم كان في ستينبوكس يلي ما بنسمع فيه ابدا هالايام وقبل الستينبوكس كان في القويا يلي حتى بمية دولار من باعت معهم فكيف لا تصير بأربعمية دولار الخبرية ما بعرف بس عنده 0% ساقه بالشركة المسمى اي حاله اتاري وعم بشوهولها اسمه بالسوق حاليا وعندي 0% ساقه بالإداره تبعه خصوصا من بعد ما تغير المدير تبع المشروع مرتين قبل ما حتى تصدر في شي غريب عم بصير وان شاء الله يكون غلطان بس لو وقته بعدها ما فيكون عندنا وعليك الحال كما اقوم دردت شاركو بصير وحيو وصيرا وعليك سيكون نجرس كما حاليا وعطونا التعالي اجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام ودسكورت سوفوا محايا تشاهد